اهلا وسهلا بكل متابعين ومتابعة تلفزيون اليوم السابع في كل مكان اعطى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم اهتمام كبير لصحة المصريين وده كان على رأس اولويات الدولة علشان كده بيشهد قطاع الصحة طفرة كبيرة عشان تغيروا واقع المصريين لحياة صحية افضل وقد وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص حزم تحفيزية للاطخم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الاساسية وكمان تزودها بالادوية والاجهزة اللازمة عشان تقدر تقوم بدورها على اكمل وجه كمان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باضافة عيادات تخصصية لكدمات وحدات الرعاية الاساسية على مستوى الجمهورية ودوت علشان يساعد على تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج وكمان متابعة مرضى الامراض المزمنة ورعاية قبار السن فضلا عن العمل على تفعيل خدمات الطوارئ على مدى الساعة في بعض وحدات الرعاية الاساسية وكمان وجه سيد رئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة تقديم خدمات منزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة توجهة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي جاءت خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مجبولي ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ومستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين الحقيقة ان المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية السفير بسام راضي وضح ان الاجتماع تناول متابعة مبادرات الصحة العامة وتطوير الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الاساسية على مستوى الجمهورية كمان من بين الموضوعات التي تناولها سيد رئيس خلال الاجتماع العمل على تطوير آليات منظومة تقديم الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الاساسية بما فيها الوحدات في نطاق مبادرة حياة كريمة وده بهدف زيادة معدلات التشغيل ورفع كفائتها الانشائية وكمان دعم الخدمات المقدمة بها كنال الاجتماع ايضا استعرض ورزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار جهود الوزارة لتحسين صحة الاسرة المصرية وتعزيز برامج الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة وجه سيد رئيس عبدالفتاح السيسي بعقد مؤتمر سنوي باشتراك كافة الخبراء الزاوي والصلة وايضا يتم تناول خلال هذا المؤتمر الوضوع الصحي على مستوى الجمهورية وموقف الخدمات والمبادرات المتنوعة المقدمة في هذا الصدد فضلا عن المساهمة في عملية التوعية الصحية فسطا فيما هو متعلق بتقديم خدمات تنظيم الاسرة ونشر الوعي المجتمع باهمية القضية السكانية وتأثرها على صحة الام وطفل وأيضا الاسرة من خلال الصحة الانجابية كمان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتنظيم خطط عمل متكملة بتتضمن إطلاق حملة طرق الأبواب بحيث تضمن تلك الخدمة تقديم خدمات الصحة الانجابية علشان يستفيد منها كافة الفئات بالمحافظات والكورة والنجوع ودهوت لتحقيق أكبر نسبة تقطية ممكنة لتلك الخدمات قلينا أقول حضراتكم كمان أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قال أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء لكل مشروع ووجه كمان بضرورة الانتزام بالتوقيطات الزمنية لانتهاء تلك المشروعات والسرعة إنجازها لسيما مشروع تطوير معهد ناصر عشان يكون مدينة النيد الطبية المتكاملة كمان السيد الرئيس وجه بأهمية العمل على زيادة معدلات الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية لتقديم الكدمات الصحية وتوسيع أوجه الشراقة مع القطاع الخاص خاصة فيما هو متعلق بتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية على مستوى الجمهورية ومن ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس ومبارة المعادي والمستشفى القبطي وأخيرا خلال الاجتماع اطلع السيد الرئيس على مستجدات الموقف التنفيذي للمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تضم من مستشفى جديد بسعة 300 سرير إلى جانب جهود تطوير إدارة المعامل المركزية في مدينة بدر وكمان جهود تطوير مرفق الإسعاف العام للتوسع في الخدمات الإسعافية دي كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمجهود الكامير الحقيقة اللي بتقوم بالدولة في مجال قطاع الصحة ودي كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بآخر المشروعات التي تقوم بها الدولة لخدمة الصحة والتأكيد طبعا توفير رعاية طبية على أعلى مستوى لكافة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية أشكركم على الحسن المتابعة وإلى اللقاء في تقطير جديدة من تلفزيون اليوم السابق اشتركوا في القناة